طلبتنا الأعزاء. طلبتنا الثلاثة قسم الرياضيات. اليوم عندنا موضوع تكملة الموضوع السابق. يعني الفصل السابق اللي بدناها بلان جرانج. اليوم عندنا موضوع اسمه الفاينات ديفرانس. الفاينات ديفرانس هي عبارة عن فروقات منتهية. احنا عرفنا صيغة لان جرانج صيغة تشتغل على دلتا اكس اي بمعنى المسافة بين كل نقطة ونقطة لازم تكون مسافات غير متساوية. يعني مثلا واحد اثنين اربع الواحد واثنين فرق ومواحد اثنين اربعة اثنين اذا مسافات متى الاكس ما ت 어떤 غير متساوية. اهنان الموضوع اليوم راح ناخذه. هذا الموضوع بثلاثة ازاق. جزء الاول يسموها الفروات الامامية المنتهية. النوع الثاني الفروات الخلفية منتهية. والسنترال ديفرانس اللي هي الفروات المركزية المنتهية. اليوم راح ناخذ الفروقات الامامية. الفروقات الامامية هي عبارة. اهنا شغلنا راح يصير عبارة عن جداول. هاي جداول راح علمك آلية بسيطة حتى تقدر تتعاملوا اياها ولسرهوس عليك باشتقاء قيم وغيرها. الرمز اللي موجود بالفروقات الامامية الرمز المطلوب هو شكله هي دلتا. هذا المثلث. هذا من يجيك بالسؤال دلتا معناته هذا عبارة عن فروقات امامية. زين. القانون العام لإيجاد الفروقات الامامية هو هذا القانون. دلتا واي اي تساوي واي اي زاد نواحد نقصا واي اي والاي تبدي من الصفر. هنا مهمة نقطة. من الصفر الى المالا نهاية. زين. راح يتكون عندنا فد نوع من الجدول. هذا الجدول اللي موجود امامكم. هذا الجدول يحفظ. هاي قيم اكس مثلا قيم اكس. اكس اكس اون اكس ري اكس فور اكس فيف. الى اين من الاسد. بحيث من اجي اشوف بين الاسد والاخس رiat قين المسافة. بثagna بين اكسließ. 이러ذا المسافة. يجب التسائل مساء بين اكس اون اكس اكس وتسائل مسافة اكس اكس belongingS2 و احسابcan. كلها انا اسدوكم لمثل وري ووضح لكACH اي دلتا Aaron متساوي الواي هي الصور هنا الواي هي أما تنطيق كل نقطة وصورة اللي هننطيق بالسؤال أو ننطيق هي على شكل دالة معينة مثل قولك واي تساوي for example معناتك كل نقطة هنا تجي تربحها ويطلعك صورتها كل نقطة هنا صورتها إلى نتكمل الجدول الواي الخطوة اللي بعدها آليات العمل اللي راح نشتغل عليها بالفروقات الأمامية أو الخيفية والمركزية بمعنى يسمي complete the table شون نكمل الجدول مهالتنا راح القانون حسب القانون عرفت القانون بس راح علمك آلية أسهل لي كمال الجدول بكل الفروقات ثلاثة بس من الجدول قلت لك أحفظ الجدول وفروقات الأمامية هذا راح يفيدك بعدين راح يصير عندنا اختيارات وهس راح أقول لك يا بالمثال اللي بعده شون نكون هذا الجدول أقول له واي وان ناقصا واي نوت حتى إذا جيت على القانون معرفة عندما آيتو ساوي لصفر اللي هو واي وان ناقصا واي نوت يطلع يدلتا واي نوت واي تو ناقصا واي وان عندما آي واحد عوض آي واحد واي تو ناقصا واي وان واي ثري ناقصا واي تو واي فور ناقصا واي ثري طلع عندنا الجدول الأول الجدول الثاني نحتمل على القيمة الجديدة أقول دلتا واي وان ناقصا دلتا واي نوت باللفل الثاني إذا نشتغل تعني تربيع اللي يكون الفورورد دلتا تربيع الواي نوت واي تو ناقصا واي وان دلتا تربيع الواي وان Y3 نقصا Y2 دلتا تربيع Y2 الليفل الثاني خلص الليفل الثالث يعني الدلتا مات يكون تكعيب اعتمد على قيم اللي قبلها Y1 تربيع Y1 دلتا تربيع Y1 نقصا دلتا تربيع Y1 دلتا تكعب Y1 دلتا تربيع Y2 نقصا دلتا تربيع Y1 دلتا تكعب Y1 هس الليفل الأخير دلتا تكعب الواي 1 يدلتا تكعب الواي نوت اللي هي دلتا وس أربعة الواي نوت شوف شباب بعض الملاحظات المهمة اللي لازم تعرفها بالفروقات الأمامية مركزية خلفية لازم تحصل إلى نقطة أخير شي يكون عندك نقطة وعدة دائما عندنا واحد ثين ثلاثة أربعة خمس كم قيمة تكون لأكس مثلا خمسة الجداول اللي تكون عندك الكولومات يعني يكون جداول بالنسبة لفروقات الفرق الأول الفرق الثاني الفرق الثلاث الرابع يكون الناقص واحد هس إذا نشوف خمس قيم نحسبهم واحد ثلاثة أربع ليفلات يكون عندنا من الأشياء النقاط المهمة هنا دائما بالفروقات الأمامية بكل القيم بكل القيم راح نلقى الواي نوت نشوف واي نوت لتتربية الواي نوت y night to y it où y Along معناها ال�안 من الأسفل ووصولا الواي نوت يعني على مدار الجدول هاي النقاط المهمة فرق عن بين بفروقات الأمامية الواي نوت نلقاها بكل الليفولات ليش لأن هاي نوت رح نستخدمها بالقانون العام إلى الحل لإيجاد نقطة معينة مثلا هنا هذا الجدول مو من النقطة التي تكون عندنا هي تحدد نوع الفروق اللي نستخدمها مثلا إذا كان نقطة بداية الجدول هنا قبل الأكس نوت أو بعد أكس نوت نستخدم قانون الفروقات الأمامية لإيجاد نقطات عن طريق القانون إذا كان نقطة بالأخير أو هنا رح نستخدم الفروقات المركزية أما يكون النقطة هنا أو هنا هاي يسموها نقاط مركزية هاي رح نأخذها بالمحاضرة الجاي إن شاء الله شوف المثال الموجود عندي هنا مثال عندي يرى عندي هنا الواي ما منطيني منطي بس قيم أكس بس الواي منطقي على شكل دالة اللي هي أفي الأكس هولي أكس تكعيب ش راح أسوي يعني أثبت قيم أكس أجي أكس تكعيب واحد تكعيب اثنين تكعيب ثلاثة تكعيب أربعة تكعيب كملت الواي باعتمادي على الدالة المعطات هسه حتى تتعلم شو هنسوي من يجيكي السؤال أكمل الجدول كأنما فرق بين واحد وواحد أخلص الجدول بعدين هذا الجدول الفرقات الأمامية راح أعلمك ش سوي هذا متحفظة راح تخلي كوي بيس على كل نقطة بمكانها اللي راح تجيكي أسئلة وراح أقول لك هان هسه فاش راح أقول لها تكمية الجدول واحد ناقصا صفر واحد ثماني ناقصا واحد سبعة سبعة عشر ناقصا ثمانية ثمانية سوعة عشر أربعة ناقصا ناقصا واحد وأشنة سبعة وأثلاثين كم اللي بعد الجدول الثالثاني سبعة ناقصا واحد ستة تسوعة عشر ناقصا سبعة ثمانعة ثمانعة ثمانية واكس وان اكس دو اكس ثري اكس فور. هنا يكون عندي واي نوت واي وان واي واتو. واي ثري واي فور. هنا اناuvoين نوت دلتا واي وان دلتا واي تو دلتا واي ثري اليоров جدت struggling Ein part member , وائي . يبعدث بتاجي المينبوري العفو تكعب الواين نوت دلتا تكعيب الواي وان دلتا وسربع الواي نوت شوف ان من حفظت الجدول الماتي جد خليتك كوي بيس هنا اش راح اسوي هسه يجيك سؤال اش قد قيمة الواي نوت راح تجي انت قبل انت حافظ الجدول خليتك كوي بيس هنا عرفت قيمة واحد رأسا شو تقول له اتقول له دلتا واي نوت المطاليف دلتا واي نوت سولي واحد اقول لك اش قد دلتا الواي اربعة راح نجي نشوف اكوي اربعة عندي هنانا بالجدول لاخير شو عن عندي واي ثلاثة اذا قيمت اش قد الصفر ما موجودة اش قد دلتا تربيع الواي وان اجي شوف من اقول دلتا اجعل لفل الثاني وين دلتا تربيع الواي نوت هاي قيمة اصنعش اش قد دلتا تكعيب الواي وان اجعل لفل الثالث تكعيب الواي وان هي ستة الى اخرى هاي مجموعة من المضالي بتجيك وراح نطيك القانون مال تحت ادعو شون تطبق القانون لايجاد نقطة مثلا اريد علمك حس اخليه حتريس رواية عليكم اه حتريس رواية عليكم راح ناخذ شون كون الجدول حتى بالموضوع اللي بعده راح ناخذ كامل كل القيم شون اوجد نقطة في بداية الجدول نقطة في نهاية الجدول نقطة في بالمركز شون راح يصير عدنا فلي هنا انا اعرفت شون اكون جدول شون اخلي القيم اللي موجودة بهذا الجدول اللي حفظته كوي بيست هنا حتى من جين مطالب اقدر احصل للصور مالتن هاي بالنسبة هسه اخذنا الفورورد الباكورد الفورقات الخلفية الباكورد الرمز مالتي هذا المثلث المقلوب هذا المثلث المقلوب الرمز مالتي القانون العام مالتي باكورد واي واي اي تسأل واي ناقصا واي اي ناقصا واي شوف الاي هنا هاي موان اي الاي مين تساوي من الواحد الى المالا نهاية بس لو ارجعنا خطوة شوف الاي ماتي مين ده تبدي هنانا صفر حتى يكون عندك يعني معلومة على الموضوع ما طول اقول الاي تبدي من الواحد معنات الفورقات الخلفية ما بيها اي قيمة لواي نط معنات الجدول ده يتقلص من الاعلى ووصولي الى الحد الاخير هاي حتى تتعلم هنا انا شو شو نطلع الواي نوت شو نده يكون اشتقى قاتل هذاني واي ثري واي فور واي فايف الى الواي ان حتى نشوف هذا الجدول الثاني نشوف الجدول الثاني نفس الشو عندي قيم اكس وقلنا لكم مثل ما قلنا لكم الواي اما تكون قيم معطات او امطكم اياه على شكل ده لطلع للواي لكمال الجدول حتى لا يمكن ان اخذلوا تسمع هذا امامي هذا خلف لكم اكمال الجدول كله واي ون نقصا واي نوت واي تو نقصا واي ون نقصا واي نقصا واي نقصا واي هتطلعناه هنا هنا ان يصير المشكلة هنا هنا معناته جدولي من ال backword جدولي يتقلص ويحذف مرة تخلص من ال y not مرة تخلص من ال y one مرة تخلص من ال y two الى ان اصل ال y n multi gate اكس الجدول هذاك الجدول ال y not موجود على طول الجدول بس تقلص الجدول من ال اسفل الى ال y not بال backword ال backword ال y n موجود اذا يتقلص من ال y not نزول ال ال y n مالتي حتى تعرف شون الفرق بيناتهم هاي الفكرة مالتها هم نفس الشي لازم يكون حد عندي واحد هنا انا يبقى حد واحد حتى اوقف هذا الجدول ايضا تحفظه ليش لو اجينا على المثال السابق اللي اخذ مع نفسه اريد اتثبت لي طلع لي قيم ال backword شا سوي هذا احنا ش قلنا قلنا ال y ان يروح واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني اربعة قيم شو راح اقول لي اول عمود ما عندي شي اسمه y not اذا عمود العمود الاول العمود الثاني راح ينحذف ال y one ابدأ مين backward تربيع y two backward تربيع y three backward تربيع y four الحد الثالث راح تخلص من هذا ابدأ هنا backward تقعي بال y three backward تقعي بال y four حد الاخير راح يروح هذا يبقى ال backward y four شو بدي يصير عندنا هنا بالفروقات الخلفية بيقلص الجدول دي يحذف من فوق يعني y not مرة حذفه منه باللفل اول باللفل الثاني حذف y one باللفل الثاني ثالث حذف y three y two باللفل الثالث حذف y three الى ان وصل ال y انمالتي يعني اذا نجي نشوف الرسم ال forward او هذا خلينا نقول هذا ال forward forward difference هذا الجدول ايش دي يصير تقلص الجدول منه الى ان اوصل الى الحد ال y not لو نجي على ال backward نشوف هذا الجدول ماتي ايش دي يصير دي يحذف القيم بهذا الشكل الى ان يوصل الى الحد ال n malty معناته حتى يكون عندي السؤال حتى اعرف الآلية ماتي ال forward كل قيم y not بال forward موجودة يعني من اقولك بال forward ايش قد قيمة y 4 تقول لي ماكو صفر ما عندي بس بال backward نقولك جي قيمة y delta y 4 تقول لي قيمة 37 ليش لان بال forward قلنا يقلص الجدول منه الاعلى وصوله ايه من ال اسفل يقلص الى ان وصول كل القيم تكون بها delta y not بال backward لا يقلص الجدول من الاعلى نزوله الى y n فعد معناته بال forward كل قيم y not موجودة بال backward كل قيم y n موجودة عندي هذا فد مثال بسيط حتى تعرفوه